عايزة أتكلم شوية عن علاقة الصداقة اللي كانت بتربط ما بين الراحل إسماعيل ياسين وبصعود الإيبياري لأنه هما الاتنين الحقيقة كانوا علامة من علامات الكوميديا كل واحد فما كانوا طبعا كلمني شوية عن العلاقة دي وأثمرت عن إيه العلاقة دي العلاقة طبعا بدأت من كازن وبديعة كازن وبديعة دوت يعني برضو لازم نديله حقه إنه كان بمثابة أكاديمية فنون بكل اللي عايزة يتخرج فنان كبير كان لازم يمر على كازن وبديعة فهي تخرج من عندها عدد كبير جدا يعني أغلب النجوم التلاتينات والأربعينات والخمسينات كانوا خارجين من كازن وبديعة سواء مطربين أو ممثلين أو راقصات فهما تعرفوا في كازن وبديعة وبدأ أبو الصعود الإيبياري يقتنع بموهبة إسماعيل ياسين وشافها ولماسها لأن إسماعيل ياسين بدأ بالمينولوج فكان بيكتب له في الأول المينولوج ولما اتجه للسينما من خلال فؤاد الجزائر لفيلم خلاف الحبايب هو أول فيلم قدمه بدأ أبو الصعود الإيبياري ينتبه لموهبة إسماعيل ياسين ويكتب له من هنا استمرت العلاقة مع بعض هما الاتنين كانوا زي ما بتقولي توقع فعلا وملازمين بعض سواء يكتب له كلمات مونولوج في أحد الأفلام يكتب له هو قصة القصة والسيناريو والحوار لأي فيلم من أفلامه لكن في نقطة مهمة جدا يعني أنا بأخذها على الكاتب الكبير الراحل أبو الصعود الإيبياري أنه هو ما حاولش يجدد عند إسماعيل ياسين أنه هو ما قدملوش الجديد كان يعني الكاركتر بتاع إسماعيل ياسين أبو الصعود الإيبياري قرره في عدد كبير جدا من الأفلام ولذلك لما نلاقي مثلا فيلم الدنيا لما تتحق اللي واخده عن بديع خيري ونجيب الرحاني إسماعيل ياسين ظهر بشكل مختلف تماما لكن ده ما ينفيش أنه كل واحد فيهم ساهم بشكل كبير جدا في صناعة اسم الآخر وإنجاح الآخر أكيد